بمدينة مراكش التأم خبراء ومنتخبون جماعيون وممثلوا أقصام الجماعات الترابية ومسؤولوا مصالح بعملات الأقاليم بجهة بن ملال خنيفرة في إطار المنطقة الجهوية الأول حول برنامج عمل الجماعات وآليات الديمقراطية التشاركية بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هذا المشروع يمثل أحد المشاريع الرائدة التي تمويلها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالمغرب لتعزيز الديمقراطية والحكامة التشاركية والمحلية المشروع يستهدف أربعين جماعة ترابية في الأقاليم الخمسة بالجهة بهدف النهوضي بالحكامة الجيدة من خلال أعمال الآليات الديمقراطية التشاركية كما هو منصوص عليها في دستور المملكة آليات الديمقراطية التشاركية هناك دلائل عدة المشورة بالبوابة الوطنية الجماعة الترابية هناك كابسولات تحسيسية حول تعريف بهذه الآليات المشورة في القناة يوتيوب للجماعة الترابية من خلال العرض التي تتلقى في هذا الملتقى سيتبين ما هي الآليات التي يمكن تشغل بها في داخل الجماعة أو داخل الجهة من أجل تنفيذ هذه المشاريع والدور التي تلعبها هي 106 من أجل أنه تعطي واحد دفعة لأجل تنفيذ هذه المشاريع الملتقى يناقش العديد من القضايا المتعلقة بنجاعة آداء الجماعات الترابية وتعبئة الموارد وتعزيز التعاون بين الجماعات وآليات الديمقراطية التشاركية وتنفيذ وتتبع وتقييم وتحيين برنامج عمل الجماعة والحق في الحصول على المعلومة ترجمة نانسي قنقر